البنات تعانوا لي من تجاعد ومن تسبوغات ومن الخطوط الرفيعة واجبت لكم واحد الوصفة غترجعكم كتحمقوا بالزين الوجهة دي لكم غيرجع صافي باللار وصافي حليب زائد انو هاد الوصفة هدي لبنات غادي تعالج لكم المشكل دي الخطوط الرفيعة والهيلات السوداء والحبوب والاتخاس والمشاكل كاملة 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 اللي في البشرة الوجهة دي لك هتخلصي منها بفضل هاد الوصفة الربانية المعجزة شوفوا غير من القوام ديها لبناتك في جديرة قوامها كريمي كي حمق حسن مليون مرة من المنتوجات ومن الكريمات اللي كتبع جاهزة بأتمينة باهضة لعلاج التجاعد فهاد الوصفة الخور الرباخة غتصوب يا غير من البيت دي لك وغير من المنزل دي لك مع أفراد الأسرة دي لك وغادي تلقي عليها نتائج رهيب الصلحة لجميع الفئات العمرية بخصوص النساء فانتمنى لبنات كيما جيدكم بهاد الوصفة المعجزة الربانية نتمنى بزف دي للي لايك لهاد الفيديو باش تزيدوا تحمسوني وتشجعوني باش نزيد من إن شاء الله نخدم ونجيب لكم كل ما هو جديد وكل ما هو زوين ويالله معايا باش تعرفوا على المقادر دي لهااد الوصفة وبالنسبة لهاد الوصفة لبنات الرائعة والسحرية فهي غتقضي لك على التجاعد وخيكون في عمرك ما عارض أشنو كان يعني مياه والفوق من المياه كذلك فغادي تخلصي من التجاعد بزف نس وصلوا معي لبنات وقالوا لي راح نتنعانو من تجاعد عطينا شي حلاء عطينا شي وصفة عطينا شي حاجة تكون زوينة تكون كتعدي حتى تسبوغات حتى نمشوا الكلف حتى الحبوب حتى بزف دي المشاكل كانت تعرضوا اليوم كذا في البشرة الوجه دينا نحافة عدم توحيد لور البشرة الوجه فليوم البنات سنهنيكم انقضي لكم على كل هاد المشاكل هادو مع رخاو الرباخة بواسفة غزالة كتحمقو كتربل بمكونات واعلين 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 ما لهم من سيل كيحمقو اهم حاجة ايضا هي انو المكونات تبسات غير ما المطبخ دياليكم الكوزينة ديالك فان شاء الله غادي تجربي هاد لغوستيد وتكتب ليه في كومنتي غناني تجربتها وهنا سأيجلي لقيت عليها باش تزيدي تشجعيني وتفرحيني باش نزيد نافرونسة ي بجيب ليك بزف ديال الوصفات اللي غادي نالو الريضة ديالك والإعجاب ديالك كذلك ولكن قبل كل شي البنات بعد ابغي ترحب بكم في قناتي وقناتكم اللي هي قناة وصفات للجمال مع الهام فانا ارحب بجميع المستسبيعين سواء كانوا القدم او الجداد مرحبا بكم لكن انت اول مرة كتزوروا لشين انت من البنات تشجعوني بالاشتراك ديالكم ايضا تفعلكم لزيل الجرس لانو يوميا انت ينزلوا دي فيديو جدادين باقين بميكتهم طيلة هاد رمضان انا معاكم وانتم معايا بتفاعلكم بلايك ديالكم اكيد غنزيد ونستمروا ان شاء الله من حسن الاحسن ان شاء الله ومن يعني الاشياء الاجابية غير هما ان شاء الله من شوية لبزاف ان شاء الله هادشي اللي كان وكيما قلت لكم كيما كان جيكا نقدم واحد الفيديو في المستوى دائما فانبغي بزاف ديالي لايك الفيديو حاولوا توصلها للفيديو لعدد كبير 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 اللي كتشوف في يدابة متمنى انها تفجر الفيديو باللايكات تبا اختاجي ولا فيديو ولا تشاركوه مع نس اللي كتعرفو عاما تنسى ديقاتكم وحبيباتكم خصوصا النس اللي عندهم مشكل في الوجه ديالهم بخصوص تجاعد يعني التجاعد هكذا عامر وجههم بتجاعد كالقوا بعد نساء يعني غير في العمر ديال 30 اصوار 40 اصوار وجههم الى شفتها كتقول هادو عندهم 50 و60 ما كتعطيهم كتعطيهم مش العمر ديالهم قاع فاحنا غادي ننتهلا فيكم بهذا الوصفة غير رجعكم كتحمقوا بالزين صافيين يعني البشرة الوجه ديالكم صافية وترجعون شاء الله في سن العشرينات يعني البشرة الوجه ديالكم بلوتو هي اللي غا ترجع في هاد العمر هادا ولا في هاد السن هادا بمكونات بسيطة وغزالة كتحمق كتحمق يا لبنات يعني المكونات ديال هاد لغوصيت كيش هي وكيلا هي وكل ما نجربتها غادي تدعي اليه في التعاليق ودعوات ديالكم ما نعودش لكم كيزيدوش يجعوني ويعطوني واحد شوحنة ايجابية باش نزيد نافونسي ونتقدم كتر وكتر يوم على يوم غنزيد نخدم اكتر واكتر على المحتوى وعلى القناة بصفة عامة فالمهم الليبنات غادي نبشو دفع باش نتعرفو على مكونات هاد المصفة طريقة التحضر ديالها وطريقة للتستخدام وتستعمال ديالها كذلك لانها بسيطة ورائعة واول مكوين غادي نحتاجوه هو الحليب المجفف او الحليب بودر او الحليب بود او الحليب غبرة هنا عندي نيدو كنتستخدم انا نيدو بزاف يعني في مطقة دالية صار شي كان بش نجيب صار شي وحد اخر لانه نيدو زوين يعني ماركة معروفة وهذا وكتبه يد البشرات الوجه الصراحة يعني انا هي الماركة المفضلة عندي والناس لي مثلا هما خارج المغرب او لا في بعض الدول اخرى ما عندهمش مثلا ماركة نيدو فممكن تاخدي اي ماركة بغيتي مهم حليب مجفف حتى ناسي في المغرب تيقولوا لي احنا مثلا نبغينش حاجة بسيطة اه قل من نيدو مثلا فممكن تاخدي اي مار كنتمشي عند البقال تقول لي لي اعطيك الحليب غبرة بودر ديال العبارة كاين اه اخودي منه الكيمية اللي بغيتي درهم جو جدرهم وجيبي وستخدمي فادلاغوستيد انا هنا استخدمت الحليب المجفف اللي هو نيدو ا negotiatingين ин شاء الله هنا سفر بيضه ي teng y half say بالانسبة لسفر ديال البيض فاك يجب البشرة خصوصا�나 نوعية حساسة او النوعية الجافة متل بصرة الوجهة ديالية هي بصرة جافة حساسة يعني جافة الاقصى الدرجات الناس لي عندهم بشرة مدينة ياخدون بيض بيضه من الاحسن والناس لي عندهم بشرة جافة من الاحسن ياخدون صفار بيضه ستحتاج معي ان شاء الله الى اليوغورت او الزبادي زوين خصوصاً النوعية الحساسة أو النوعية الجافة مثل بصرة الوجهة ديالي هي بصرة جافة حساسة يعني جافة الأقصى الدرجات الناس اللي عندهم بشرة دهنية يخطو بيض بيضة من الأحسن والناس اللي عندهم بشرة جافة من الأحسن يخطو صفار بيضة غتحتاجي معايا إن شاء الله إلى اليوغورت أو الزبادي هنا عندي البنات زبادي بدون نكا وبدون سكر يعني اليوغورت طبيعي زوين بزاف للبشرة الوجه يعني أكيد عنده عدة فوئيد و عدة مزايا غادي تحتاجي معايا إن شاء الله لطين الخضر ممكن تعوضيها بالبيض أو بالحمر وغتحتاجي معايا إن شاء الله آخر حاجة اللي هي النشاء وما يسمى بالدورة أو المايزينة هنا عندي هاد النوعية هي دي الإيديال ممكن تتأخدي أي ماركة بغيتي هادي البنات في 180 جرام كنا واحد نوعية أخرا في 170 جرام وكتعمس بعديل دره هادي كديغسة دره موين هاد شيليكن هادو هم المكوينة وما حسبوا معايا عندنا خمسات المكوينة واش رخوا الرباخة لبنات ولا ماشي رخوا الرباخة واش وصفة زوينة ولا مزوينة يعني غامل المكوينة هي بليكم البرها الحمد لله يعني وصفة كاملة مكبولة والناس اللي تيقولوا لي راحنا البوتوكس غالي علينا وناش حاجة تعوض لنا هذا البوتوكس اللي يتعملوا ولي كيعملوه المشاهيات ولي كيعملوه الناس اللي هما ميسورين ماديا يعني يلتجوا البوتوكس طبيعي يعني هكذا كي عاجل يوم تجاعيد الى اخيري كيسف يوم البشرة الى اخيري ولكن بزاف الناس الى ما قلتش الاغلبية الناس ما عندهم شي فلوس البوتوكس بغين غير شي حاجة ديال براوش بغين غير شي حاجة ديال بنات الشعب فهذه الوزيبة وهذه الوصفة الحمد لله هميزة من الهميزة ديالي اللي هنبقى نجيكم بيوم ان شاء الله طيلة هاد الشهر هاد الفضيل فندسوا دابل طريقة التحضير بعد ما سعرفنا على المكونات ديال هاد الوصفة هادي فاول حاجة اللي بنات سنبدأ بالبودرة سنبدأ بالناشر او ما يسمى بالدورة او المايزينة سناخذ ان شاء الله معلقة حتى الجوج سنحتاج ان شاء الله لطين الخضر المجفف سنقوم بمجفف بمجفف لطين الخضر خلطي كل شيء ثم نضيفه لهم ديكس فاربيضاء ثم نضيفه اليوغورت طبيعي أو دانون السوس وذلك نضيفه الضغط ثم نضيفه نضيفه ثم نضيفه ثم نضيفه ثم نضيفه ثم نضيفهم نضيفه ونستخلطيه يجب أن تكون نجحة 100% يجب أن تخلطها لتجميع المكونات تحمق قوة معاقد كل ما نجربتها ستسطيها النتيجة تسفل بشرة الوجه وتعالج تسبغات وأهم مشكلة هو التجاعد تقضي عليهم نهائيا تحتعل الشيخ وخال مبكرة خصوصا النساء اللي هم في سين 30 أو 20 وباغين يعملوا الوصفة الطبيعية ينصحون بعض الوصفة هذه البناطرة ربانية ونطبقها معاكم على اليد على بركة الله دعونا تشوفوا حلقة هم يهب وحد البرودة وحد انتعاش يحمق اليوغورت الطبيعي دي ما يعطي ديك البرودة ودك الانتعاش كم تسحبيه الناس اللي يعانو من الحروق ديال الشمس بعدما يخرجوا الزنقاء ويتعرضوا للأشعة ديال الشمس وكيجي المنزل ديالهم يعني وجههم محروق مهلوك فنقول ليك استخدمي ليه هاد الوصفة وردع ليه وايضا كتساعد حتى على انها تعالج لك حتى الترهولات والهيلات السوداء اللي كتكون تحت العين او محيط العين فهدي هي الوصفة اللي بنات كتخليها حتى كتنشوف مزيان بعدما كتنشوف كتغسليها يعني كتمردك عشرين او خمستاشر دقيقة كتغسليها وبالصحة ورحة رطبي ليه الوجه ديالك بأي كريم بأي يعني بأي زيت بأي فازلين مهم ذاك شي اللي توفر عندك في البيت ديالك وهو اللي غا تستخدميه باش ترتبي لي البشرة الوجه ديالك وتحصل ليه على ذاك اللامعان وعلى ذاك الاشراقة لبشرة الوجه كيف مكانت نوعية دياله وكانت ديال وصفة لبنات خاطيرة 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 شوفوا خطيرة بعد الويين هذا الاخضر اللي كي يحمق الملكي الغزال فبعدما كتوجد وكتكون بخلطة مزيان كتطبقها ليه على البشرة الوجه وكتخليها ليه تقريبا اه واحد اه واحد المدة اه ديال عشرين دقيقة وغير بينما انشفات وخدت هكذا يا النتيجة حاولي البنات ما تضحكوش يعني حاولوا انتو ما كاملين ما تضحكوش لانو الوصفات اللي كيعالجوا تجاعيد وكيجب بدول بشرة الوجه الى ضحكتي كيزيدوا نسبة التجاعد ماشي كتقللي انو بحكتي بتريزتي اه في النسبة ديال تجاعد يعني دائما مني كتكونوا كتعملوا وصفات اللي كيجب بدول بشرة حاولي ترولاكسي ويعني يتركزي غري على ديال غوصات ديالك فقط هادشي اللي كين ما تهدري ما تجمعي ما حتشي شخص اخر حتى كتنتهي المدة الزمنية ديال الوصفة وكتنشفو كتزوليها وارا ديك الساعة ما تضحكي وتنشطي ودري ذاك شي اللي حبيتي ولي بغيتي اما في وقت فاش كتكوني كتعملي هكذا يا الوصفات الطبيعية اللي علاج تجاعد و للقضاء على الخطوط الرفيعة في الوجه فمن الاحسن ما تضحكي ما تدهشي ما تضحكي ما تدهشي فكانت هدي الوصفة ديالي وانت كون يا ربي كانت خفيفة طريفة على قلوبكم والمكوينة كانوا ساهلين انا اهم حاجة عندي هي تجربتكم الوصفة رافاش كي يخليوا لي الناس بزاف ديالي كومنتاك كو انهم جربوها ما تصورو شي قداش كنزيد نفرح وقداش كنزيد نافونسي نخدم كتر وكتر يعني اما الناس اللي ما تقيشهم ش تجربوها راها يعني اوتوماتيك مو ما كان فرح شي بزاف لانو كيما عملت مجهود فو حد لاغو السايت وجربتها قبل ما نجي مبغتاجيها معكم في القناة لانو اكيد را ما كانجيش مبغتاجي معكم عشوائيا وجوج ديالي فيديو في اليوم اكيد را غي ياخدوا لي وقت مجهود طاقة مونتاج الى اخرهم الاشياء زائد قبل ما نجي نشاركوا معاكم هاد المسائيل في الفيديو راها كنكون جربتهم على الاقل اسبوع على الاقل اسبوع الى ما كانش اسبوع را كيكون شهر شهرين ثلاثة اسابيع جوج ديال اسابيع يعني كنناخد وقتي فيهم كنجربهم عاد من بعد ما كيعجبوني كنقيدوا في واحد الاجندة باش هكذا ما نزقل حتى شي مكون عاد من بعد كنجي مبغتاجيهم معكم يعني شوفوا شحل ديال الوقف شحل ديالتعب وشحل ديال الامور اللي مغتبانش لكم هي اكيد في الخفاء ولكن ولكن فاش كانجي نقدم دي فيديو زويني في المسا وكل شي غاي هون على قبلكم وعلى ودكم نخدموا اكتر واكتر وبوساليكم كبيرة سحياتي رمضان مبارك سعيد ان شاء الله ونتلقى معكم في فيديو قادم فصفة جديدة عن قريب تسمع لكم ما تنسوش تجربة الوصفة وتقولوا ليك يفجزكم وايضا ما تنسوناش من اللايك اشتركوا في القناة